طيب خليني خليني أقول إنه اتحاد الكرة أرسل خطاب للنادي الأهلي ولنادي أمبي وده كان لنا وقفة معاها الحياة النهارده النهارده كان بيتلاعب دوري الجمهورية أو نهائي المباراة الفصلة لتحدpic بطل دوري الجمهورية ما بين الأهلي وإمبي وبعد المباراة كان الخطاب ده الموجه من اتحاد المصري لكرة القدم لناديي الأهلي وإمبي طرفي اللقاء اللي كان هيحسب اللقاء والبطولة النهارده تحية طيبة وبعد بانتهاء مباراة أمبي والأهلي مواليد 2003 والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 21-24-24 بنتيجة 4-3 لصالح نادي أمبي وطبقاً للائحة المسابقات يعتبر النادي الأهلي هو الفائز بمسابقة الدوري العام لمواليد 2003 ولكن نظراً لتقدم نادي أمبي باحتجاج يوم 16-24-24 واحتجاج يتعلق بتزوير في أوراق رسمية مما يتطلب البحث فيها في عدة جهات غير خضاءة على اتحاد الكرة وبناء عليه فإذا أصفرت نتيجة التحقيقات عكس ذلك فسيتم الإعلان عنه في حينه رسمياً الأهلي بطل الدوري مبروك طبعاً لجماهير النادي الأهلي الفوز والتتويج بلقب بطولة دوري الجمهورية ل2003 وإن كاننا ليه وقفة في النواحة التنظيمية بصرف النظر طبعاً عن احتفال الأهلي والجماهير وببطولة بلقب جديد ويضيفوا شباب الأهلي موليد 2003 لدولاب بطولتنا